مواجهة مفتوحة بين مجلس الشيوخ والحكومة منذ شهور في موريتانيا تجلى ذلك في رفض المجلس تعديلات دستور التي اقترح الرئيس تمريرها عبر البرلمان تبع ذلك تأجيل نقاش ميزانية الدولة المعدلة لكن أكبر تصعيد ربما بين الطرفين هو إنشاء لجنة للتحقيق في الفساد المالي في تسير الحكومة كصفقات التراضي وتقديم مقترح للتحقيق في مصادر تمويل جمعية خيرية يديرها نجل الرئيس محمد العبد العزيز صفقات التراضي أصبحت هي القاعدة لذلك قمنا بلجنة تحقيق تستهدف هذا النوع من الصفقات وهو منتشر على شكل واسع وكبير أيضا هناك مقترح آخر يستهدف ثروة عائلة الرئيس من خلال هيئة الرحمة ساءت العلاقة بين الحكومة ومجلس الشيوخ فانعكس ذلك سلبيا على سلاسة التعاطي بينهما عن أي لجنة أو أي شراء اتخذته في سبيل تجسيد عملها على أرض الواقع وتنفيذ عملها سواء كانت أسئلة شفاهية أو لجان تحقيق برلمانية أو مناقشة مشروع أو أي شيء من هذا القبيل الحكومة ستتعاطى معه يرى الخبراء القانونيون أن حراك الشيوخ لا يخلو من دوافع شخصية رغم ذلك فإن القانون يمنحهم حق الرقابة على عمل الحكومة التفتيش عن مسألة عن أموال هيئة الرحمة ومصادرها هناك هذا حق لهم من كل مجلس الشيوخ يساعد هناك أيضا ما يسمى بالامتناع أو تعطيل عمل الحكومة عن التعامل مع الحكومة هذه الصياغة قانونية موجودة وممكنها لكن عندما نذهب إلى جانب السياسي كيف يمكن عكس هذا على معطا سياسي لا يوجد معطا سياسي من خلال هذه الأدوات انتفاضة الشيوخ جاءت بعيد خطاب للرئيس محمد العبد العزيز قلل فيه من شأن مجلس الشيوخ وقرر حله وتغيير العالم والنشيد الوطنيين وهو ما اعتبره الشيوخ إهانة لهم الشيوخ يرفعون ورقة الفساد في وجه الحكومة في أحدث تطور في المواجهة بينهما مواجهة باتت أشبه بتمرد داخل أغلبية الرئيس الذي يقضي مأموريته الأخيرة هذا بالنظر إلى أن أغلب أعضاء هذا المجلس ينتمون إلى الحزب الحاكم محمد فضل الحرة نوقش